الله معكم وضع باوكرانيا الساعة انتان ظهرا بتوقيت لبنان لنهار اتنين تموز يوليو الفام وثلاثة عشرين احبالش بمنطقة خيرسون اه بتمنى يكون كلامي كتير واضح ودقيق القوات الاوكرانية بعدها من تشترا بمنطقة خيرسون رغم علام وزارة الدفاع الروسية منذ قليل انه طهرت المنطقة بتعبيره هي من القوات الاوكرانية ولكن بذكركم ان وزارة الدفاع الروسية تحكي بيانات من منتصف النهار امس حتى منتصف نهار اليوم فالقوات الاوكرانية بعدها متواجدة بالمنطقة هنا لمن بعد ما استهدفون القوات الروسية بكثافة وحاولوا يتقدموا ومتوا شايفين كل كم سالة اعمل فيديو عاملكم شو عام بيصير اتلقى ان القوات الروسية بعد ما تقدمت بالمنطقة هنا وصلت لما كان اطعت الاتصالات عنها ان يعني بين القيادة باورشكي وبين المنطقة هنا بيداشين اطعت اتصالات بين القوات ومركز قيادة قدرت القوات الاوكرانية تتدخل او تعمل عامية انزال لجنود عدد من الجنود باتجاه المنطقة هنا وانتشروا بتلات مواطق انتشروا بالمنطقة هادي والمنطقة هادي وببعض المنازل هون فلذلك القوات الاوكرانية بعدها موجودة بالمنطقة ولكن تكون تحت مرمى القصف الروسي شو مشكلة الروس بالمنطقة هون مشكلة الروس بالمنطقة هون هنا التانتان طريق الامداد الوحيد تبعهم تم تلغيمه يعني هادي طريق الامداد الرئيسي تم تلغيمه ما عم بدروا يرسل المدرعات الى المنطقة هون اللي يدعموا قواتهم البرية وعندهم طريق فقط جانبي عبر الزوارك هين عم تبتجه عبر النهر اللي هون عم بيدعمهم بالزخيرة وبالطعام والآخرة ومشكلتهم تانية هي وجود المدفعية والراجمات الصواريخ الاوكرانية بالمنطقة هايدي طبعا الروس عم بيجربوا المنظومات الدفاع الجوي عم بتجرب تبعد سليح الجو الروسي عن المعرك بالمنطقة هيدي فلذلك المعركة مستمرة المعركة بعدها قوية يعني رغم انه في نجاح كتير كبير لروس ولكن ما قدوا نهائيا على القوات الاوكرانية المنتشرة بالمنطقة فلذلك هذا الوضع بدقة حتى الساعة انتان بعد الظهر بتوقيت لبنان فبتمنى متى تلكم يكون كلامة يعني فعلا متنا شايفين دقيق وواضح ويكون اه يعني ما حدا نعم مشكلة نقول وزارة الدفاع الروسية صرحت قلت لكم وزارة الدفاع الروسية كيف تتصرح اه بخصوص منطقة زابوروجي تم القضاء على مجموعتين للقوات الاوكرانية حاولوا يتسللوا جنوب القرية اه تم التعامل مع مجموعتين صغار يعني عدد من الجنود مش مجموعتين كبار ولا هجوم كبير اه طبعا بمحور اريخاف روبوتينة كان في محاولة تقدم للقوات الاوكرانية ولكن انصطدموا بقوات من الفوج الف وارعمائة وتلاتين الروسي فتم التصدي الان كان عم بيجروا يتحركوا بالمنطقة هون للقوات الاوكرانية متلات لكم بالعادي بينطلقوا من المنطقة هون بتجي القرية بتقفل منطقة هون وبترسل الجنود سايرا على الاقدام باتجاه الدفاعات الرئيسية للقوات الروسية فلذلك عم بيتم القضاء عليهم بسهولة ما عم بيكون في هذا الضغط مثل بداية المعركة من اول الشهر الماضي من ثلاثة ارباح زيران اه يونيو طبعا من مكمل بمنطقة بجنود دوناسك بعد المحاولات الاوكرانية مستمرة منذ الصباح للضغط من باتجاه برويوتني ونوفو داريفكا باتجاه برويوتني في تحركات عسكرية بالخلف عم ينحكي عنا ولكن بعد ما قدرت ترسط اي قلوية ومن بتضبط عم تحاول تتمركز بعدني عم تجرب رأب الوضع لحتى تخبركن بعد ما سألت طيب شو النفع من واحد يعرف هالحشودات هالتحركات اني شفت لبعض كده بتعليق انه شو بينفع هيدا كله ما انت بس مثلا منطقة جاي عليها لواء لواء انا ثلاثة او اربع قلوية طب هالمنطقة مع انت هاد الحجر العسكري متوقع يكون بها المنطقة في معركة قادمة فالتالي دايما بحكيكم اه ليش عم بيصير في التنقلات عسكرية دايما بحكيكم بس يكون في التنقلات عسكرية تشكيلات عسكرية جديدة استقدام تعزيزات او ارسال تعزيزات فهذا الشي مهم لحتى يكون عنكم معلومات اكتر واكتر ويكون عنكم اه الحماس للتحليل انه هالمعرك ايجا عليها لواء ما انتا حيصير فيها هجوم ربما يكون اه نقلوها بشكل مؤقت رح تنتقل بعد بعدان لجبهة تاني لمكان تاني ولكن بدل واحد متابع شو اللي عم بيصير اكيف عم تتغير التطورات ومجريات المعركة طبعا الامور الابرس كانت بقطاع افدايفكا شمال مدينة دوناتس حيث كانت القوات الاوكرانية شي ضغطت باتجاه كاميانكا وفيسالي وكراس نوريفكا صار الوضع الروس كتير حرج بالمناطق هايدي تلكم عم بحاول يعمل عمليات تطويق لكراس نوريفكا من كل الاتجاهات عم بيجروا يلتفح حولها او يدفعوهم الى خلف باتجاه نوفو بخموتيفكا ولكن اليوم صباحا بلجت يعني ما منذ الصباح فان اول عاشرة صباحا تقريبا حاولت الروسية تهاجم من قطاع فيسالي ومن قطاع هوني وتضغط اكتر على القوات الاوكرانية المنتشرة على طول هذا الحزام اه طبعا ما بين اي نتائج حول هذا الهجوم الروسي يبدو تمسده بدنا نشوف ننتظر اذا في تقدم ولا لا اما الروسية الاوكرانية فبعدها مستمرة بهجماتها باتجاه مدينة دوناتسك عم تضغط اكتر باتجاه فوديان ومنطقة هون شامير اوبيتني طبعا ما كمان ما في اي نتائج واضحة ولكن من ضل منتظرين اذا بيان اي شي جديد طبعا هاد المنطقة من الاشرس ومن الاصعب ولا اللي عم بيتابع القناة الاول مرة بس توضحكم شايفين اداش قريبا مدينة دوناتس كفى لذلك الى معركة الى رمزيتة كتير اه رمزيتة كتير كبيرة الوضع ما بينه سهل ابدا فيه حجرة عسكرية من الطرفان كتير كتير ضخمة هلا بنوصل لبخمت جنوب بخمت رح بلش احكي نشرت على قناة التليجرام فيديو طبعا رابط القناة موجود في تبع الفيديو كيف دبابات اللواء الثالث عم تتحرك من بالمنطقة هون باتجاه المواعع الروسية اه الدفاع الروسي بالمنطقة هون اضافة الى ضغط ببعض المواعع المتقدمة القوات الروسية عم تجارة تتصدى لهذا الهجوم الاوكراني ولكن فعلا ضغط كتير كبير بنا نشوف الايمة ممكن تقدر تصمد القوات الروسية او الايمة تقدر القوات الاوكرانية حتى تصمد يعني كم الهجوم عم بيكلفها كتير للقوات الاوكرانية فبنا نشوف اذا فعلا في هالحجط الاوي الكثيف فيه كتير الويه مثل للتسوق DE 40 Jahren تم استخدامه من حدود بيل روسيا واكرانيا الى منطقة هون هدا يعني مثلا احد الامثل ليش بيئ دعو اشتدت الهجمات كثرت الهجمات بالعب عم بيقول عم بروح خسير كتير ما تطرفين طب عنه يجيبا قوات مثلا هدا احد الامثل لواء 104 تم استخدامه منزل اكتر من اسبوع الى المنطقة هون جابوا من حدود بيل روسيا واكرانيا الى المنطقت هايدي فالذلك هيك عم بتكون المعارك عم بتكون فعلا شريسي وقوي ايضا بعض الهجوم الاوكراني مستمر ببرخيفكا بتجيه ببرخيفكا وباتجاه يا هيدني عم بتحاول لويات الاوكراني تحقق انجازات اخرى غير انه عم بتحاول تتمركز او ثبت حالة بضواحي ببرخيفكا ولكن لويات الروسية عم تمنع يبدو الروس عمين حلقة نار قوي بمحيط ببرخيفكا وعم بيستهدفوا خسائر الاوكراني كتير كبيري بالمنطقة هون طبعا للي بتابع القناة اول مرة لان سبق واش رحتها تقريبا ماشي 12 مرة على قناتي رح عيدها بس بعذرة من السبق وسمعني دخول الاوكراني عم يجروا يدخلوا الى هذا الطريق لحتى يدخلوا الى مدينة بخمط بنفس وقت عم يجروا من قولي خوفو فاسيليف كي يوصلوا لهذا الطريق المهم ويدخلوا منه الى بخمط او يتوجهوا الى باتجاه العمق او سواء الى السوليدار او الى باقية المناطق شمال بخمط ويزعجوا القوات الروسية بيتغلغلوا دون مناطق السيطرة الروسية بقطاع بخمط بشكل بكامله يعني فلذلك في ضغط شمال بخمط وجنوبه ومتل ما شايفين منطقة بيرخيف كويهدن كتير مهمين هني فورا بشمال مدينة بخمط فبعدنا مرقبين المعارك واي شي جديد انا رح خبركم عنه بمنطقة كريميناية مثل ما قلت لكم بعد المعارك مستمرة فرجاتكم صباحا التحسين الاوكراني بمحيط ليمن فعلا فيها نحكي انه التحسين الاوكراني بمحيط ليمن بيشبه بطريقة ما التحسين الروسي الاوي الدفاعات الرئيسية الاوية اللي عميتها وقت روسية بمحاول زابوروجي وجروم دوناتسك صعب كتير رح يكون الاختراق الروس لازم يكونوا امام حل وهو يعني يلاقوا طريقة يمنعوا فيه يعني يلاقوا حل يتجهوا من الكريميناية باتجاه ليمن ليمن الى كتير اهمية وى كتير رمزية معارك بعدها مستمرة لكان بالمحور من النظر منتظرين اي نتائج ببعض المحاول باتجاه سفاتوفو وكوبيونس كان فيه استهدافات لمستوضع الزخيرة بهايدي المنطقة بيكسيليفكا رح اعرضه على قلناة اليوتيوب بتمنى التابعوه هيدا المنزل تحديدا تم استهدافه وكان منزل مستوضع اسلحة اضافة كان فيه ضربات باتجاه نوفوسيليفكا ايضا تم اثر ست جنود عم يحكي القوات المصادر الصينية عم تقول تم اثر ست جنود بها المنطقة هيدا اضافة كان فيه ضربات على سينكيفكا وكميانكا بالمنطقة هون استهدافوا اللواء اربع عشر واللواء مئة وثلاثة فهدا كان كل شي لحد اللحظة اي شي جديد انا بجعب اخبركم عنه لا تنسوا تعملوا لايك تشاركوا الفيديو واللي عم يشوفوا المحتوى الاول مرة بيكون بتمنى يكون عجبوا المحتوى وينضم الى القناة ويساعدنا بانضمام اصدقائه ايضا اه مشكورين دايما عم حبتكم وثائتكم ومتبعاتكم بتمنى ما تنسوا موضوع الدعم المادي للقناة هو اهم نقطة لحتى يضال هذا العمل مستمر